نشرت وكالة الأناظول خبرا مفعده أنه وسط إقبال قوي متجر قطري شهير يطلق حملة لدعم المنتجات التركية لقت حملة تعريف بالمنتجات التركية اطلقتها شركة الرونق أحد أشهر المتاجر الكبرى في قطع ولقت إقبال قويا من قبل المواطنين والمقيمين على حد زعم الوكالة هذا القرار أتي من القيادة القطرية التي أرادت تقابل الحملة الشعبية السعودية لمقطعة المنتجات التركية بحملة مضادة لمساندة المنتجات التركية عرفت استراضاء الكثير والكثير من المنتجات التركية سواء التي تحتاجها السوق القطرية وغير ذلك إلى حد أن قامت بالاستغناء عن البضائع التي تستوردها من الدول الأخرى وتعويضها من تركيا هذا القرار أثار حفيدة السعوديين الذين علقوا بكل قوة على هذا القرار وكان على رأسهم منذر للشيخ مبارك والذي قال والله ليست نكتة لكنها التبعية والرخص في أبشع صورها الدوحة تريد تعويض مقطعة السعودية ومصر والمغرب وبقية الدول العربية سوق بمائتي ألف يريد تعويض أسواق تتجاوز المائتي مليون صدقت الدراسة الشهيرة لم يبقى شيء لم يستبيحه أردوغان حتى مقطعة المنتجات التركية يريد إخراجها من ظهر قطر سلم الدوساري علق قائلا ترى المفروض اليد العامل التركية تلحق بالمقطعة المنتجات التركية حتى يصعب مساعدة أردوغان علشان الدوحة تساعد اليد العامل التركية صح؟ وعلق المائستر قائلا يقال أن البارس كان ينفخ النار على سيدنا إبراهيم عليه السلام من مسافة بعيدة فقيل لهم ماذا تفعل؟ قال أشعل النار على إبراهيم فقيل له كيف تصل نفختك وبينك وبين النار مسيرة شهر؟ فقال فقط أود أن أبين البغض والعدوة هؤلاء يعلمون جيدا أنهم قرد أو وزعوا لكن يريدون إظهار العدوة سلطان الشفيل غرد قائلا قطر تجر الكويت بقيادة الإخوان الأحضان أردوغان يحكى أن قالت البعوض للنخلة تمسك فإني أريد أن أطير وأدعك قالت النخلة والله ما شعرت بك حين هبطت فكيف أشعر بك إذا ترتي؟ مما قال عبدالله المنصور تركيا وقطر ومنصر في تباعيتهم كل همهم هو التشويش على الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا وحملة مقاطعة المنتجات التركية النجحة جدا والتي ألمت خليفتهم فحرك أذنبهم في محاولة فشل كعادتهم دائما وعلق مبارد سعودي قائلا ما تستالك قطر من المنتجات التركية في سنة لا يساوي سهلك منطقة واحدة من مناطق المملكة في يومين من المنتجات التركية قبل مقاطعتها حتى الأترك يعرفون ذلك ويعرفون حجم السوق السعودي ويعرفون الكارثة عندما يتوجه للبديل وفتح المجال لمنتجات أفضل جودة وسعر فيما قال أحمد جعلوا من أنفسهم مضحكة العصر بالعصور أردوغان يحاول تعويض بعض الشيء من خلال استنزاف الخزينة القطرية وهم يحاولون مدارات الفشل شوفونا نأخذ منهم منتج بفلوس يا راجل كل هذا بيتكبه في البحر بعد أسبوع فيما قال عبدالله هذا حق الشويل على بيليان دولتهم صرفت أردوغان الرسمية كل ما نقصه شي ديكسلف وراح يصرف في تصريح جديد قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورية فايق أوستورك اليوم المقطع الصعودية للمنتجات التركية التي تحدثت عنها في مؤتمرية الصحفية السابق والتي أثرت في الاقتصاد التركي بشال عميق ووضعت الشركات التركية في مأزق كبير هذا الأمر قد يدفع بعض المستثمرين لنقل مصانعهم إلى الدول المجاورة وحتى الآن لم تتحرك الحكومة للمطالبة بحقوقنا ولا نعرف إلى أين سيصل الأمر هذا التصريح الخطير الذي يؤكد بما لا يدعو مجالا للشك أن المقاطعة الصعودية فعلا قد آست تمارها وقد أثرت في الاقتصاد التركي بشكل ممباشر مما دعا بعض الشركات الكبرى أن تفكر في الرحيل عن تركيا